وافق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة كما بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنباثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشعية وذلك من حيث المبدأ عقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث جرى الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه أو قاد التحقيق المختص هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرا عن إرادة شعب مصر العظيم وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ما كان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح المناقشة أمام مجلسك الموقر تمهيدا لسنه أن يكون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتي تعد بحق إضافة حقيقية إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة ما كان ذلك يتحقق إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة من خبراء متميزين وزوي كفاءة عالية مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحرية يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم الموقر في مناقشته اليوم خطوة جادة لتحديث وتطوير القانون الحالي الذي يعود في تطبيقه إلى سنة 1950 وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال 74 عاما وطرأت عليه مستجدات ومستجدات تحرص مشروع القانون الجديد بالفعل على ترسيخ الحديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقة المجلس على دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور جلاسات مناقشة مشروع القانون بحيث يكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض الجوانب أو الرد على استفسرات النواب دون أن يكون له حق الاشتراق في التصويت ورفع رئيس المجلس الجلسة على أن تتواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلسات قادمة موسيقى موسيقى